مسؤول أسيوبي بدأنا الملء ومصر لا تستطيع هدم السد أديسة بابا سيأتون إلينا لمناقشة تقاسم المياه والبناء انتهى في تحدي جديد وتوقيت صعب أكد مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الأسيوبية الجنرال بوتا باتشاتا دي بيلي أن أديسة بابا مستعدة لسيناريو الحل العسكري في قضية سد النهضة مع مصر والسوداء إلى ذلك اتهم في مقابلة تلفزيونية مع قناة RT الروسية الجانب المصري بأنه لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات قائلا أنهم يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات إلى أنه أوضح في الوقت عينه أن الحل لأزمة السد لا يمكن أن يكون عسكريا معتبرا أن الطريقة المسلة هي المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي كما أضاف أن مصر لا تستطيع حل المشكلة عسكريا ولن تحاول مهاجمة السد ولكن حتى لو هاجمته فلن تستطيع حل المشكلة أو تدمير السد لأنه غير قابل للتدمير بقنابل الطائرات المقتلة والمصريون يعرفون أنه متين إلى أن المسؤول العسكري الأسيوبي أعرب عن أمله في حل المشكلة من خلال النقاش مشيرا إلى أن أديسة بابا بدأت بالفعل المرحلة الثانية من ملء السد والتي بمجرد أن تكتمل سيكون كل شيء آمنا مضيفا سيأتي الجميع لا يبحث مقترحات تقاسم المياه وليس بناء السد بعد ذلك وتابع وقال بعد الملء الثاني سيأتي الجميع إلى طولة المفاوضات صدقني لأن السد ضخم 13 مليار متر مكعب لذا على الجميع السودان ومصر أن يحافظوا على السد من قبل بلدان أخرى وإذا تم تدمير السد فلن تجد لا السودان ولا مصر حيث سيجرفهم الطفان إلى البحر المتوسط كما أشار إلى أن 90% من المياه تذهب إلى مصر فقط و10% للسودانيين ولا يبقى للأسيوبين أي شيء مشيرا إلى استعداد أسيوبيا للحل العسكري حيث قال كل بلد مستعد للدفاع عن الوطن ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تفويد سيادتنا نحن جاهزون للدفاع ويذكر أن مصر كانت أعلنت سابقا أن مصاري المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ بعد أن تساعدت التوترات منذ تعصر المحادثة التي توسط فيها بين الدول الثلاث في إبريل الماضي 2021 وكانت كل من القاهرة والخرطوم جدتها بوقت سابق أيضا دعوة المجتمع الدولي من أجل المساعدة في حل نزعهم المستمر منذ عقد مع أسيوبيا حول السد العملاق الذي تشيده قديسة بابا على النيل الأزرق الرافض الرئيسي لنهر النيل كما تمسكتها بدرورة التوصل لاتفاق دولي ملزم ينظم مراحل الملء وكمية المياه التي تطلقها أسيوبيا في اتجاه مجرى النهر لا سيما في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات وهو ما ترفضه الأخير كذلك اعتبرنا أن الخطة الأسيوبيا القاضية بإضافة 13.5 مليار متر مكعب من المياه في يوليو 2021 إلى خزان السد تشكل تهديدا لهم في حين تتمسك قديسة بابا بخطتها مؤكدة أن السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري للغالبية العظمة من سكانها الذين يفتقرون إلى الكهرباء